ولكن هناك كما تعلم قوانين جدا معطلة أكثر من مئة قانون كما عرضناها في تقريرنا قبل قليل على طاولة البرلمان العراقي منها ما يمص عمل الحكومة ويأثر على عملها ومنها ما يمص المواطن العراقي بشكل مباشر برأيك كيف ترى انعكاس عدم التصويت من قبل البرلمان على هذه مشاريع هذه القوانين على طبيعة عمل الحكومة أولا وعلى معيشة المواطن العراقي لأي مدى تعيق هذه القوانين المعطلة عمل الحكومة العراقية اليوم في سبيل تنفيذ منهاجها الحكومة بالمناسبة القوانين المعطلة أغلبها قوانين مهمة جدا ومصيرية باعتبار أن أغلب القوانين المصيرية والمهمة هي محظ خلاف والكتر السياسية دائما ما تترقب وتتخوف من عملية إصدار بعض القوانين لا سيما القوانين التي تساهم في الاستقرار واحدة من أبرز انعكاسات تأخر القوانين هو موضوع الاستقرار ونعطي مثالا بسيطا لو تم إقرار قانون نفط والغاز لسهل عملية إقرار جميع الموازنات سواء كانت السابقة أو اللاحقة ولذلك نجد تأخرنا كثيرا في إقرار الموازنة وكذلك تأخرنا كثيرا في موضوع جداول الموازنة فضلا عن ذلك موضوع المحكمة الاتحادية نحن نحتاج المحكمة الاتحادية في الكثير من النقاط المهمة باعتبارها هي جهة مفسرة للدستور وهي جهة تساهم في حل النزاعات فيما يتعلق بالجانب الدستوري وأعتقد لغاية هذه اللحظة هناك قوانين أخرى تتعلق بالخدمة الخدمة العامة موضوع الوظيفة وموضوع مهم فيما يتعلق بتوحيد سلم الرواتب وغيرها عندنا قوانين كثيرة تتعلق بحرية التعبير قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية قوانين كثيرة لها بداية وليس لها نهاية ولكن الاختلاف السياسي هو الذي يعيق عملية الإقرار باعتبار أن هذه القوانين لو تم اعتماد المعايير القانونية الصرفة وتم لجوء إلى الخبراء فقط دون وجود أي طابع سياسي على إقراء هذا القانون لتم تمريرها بسهولة ولكن لا يمكن هناك تمرير هذه القوانين إلا بحصول التوافق باعتبار أن البرلمان العراقي لا توجد هناك فيه أغلبية مريحة لا توجد هناك كتلة سياسية تستطيع أن تمرر القوانين ولا توجد هناك أي تكتل استطاع أن يحصل على نصف زائد